تعتني نينا بجنود أوكرانيين مصابين في قبو منزل نصف مهدم في بيسكي أحد أخطر مواقع جبهة شرق أوكرانيا لانفصاله الموالي للروس وقد شهدت مقتل الكثير منهم خلال الهدنة المعلنة نينا طالبة طب في مدينة دروغوبيتش الصغيرة في غرب أوكرانيا القومي وقد توقفت عن الدراسة لمدة سنة للمجيء إلى بيسكي في آذار مارس أن يكون المرء جنديا أسهل من أن يكون طبيبا الجنود ليسوا مسؤولين عن موت آخرين أريد أن أصبح جندية علي ممرضة أخرى متطوعة موجودة في بيسكي وقد عرفت تجارب كثيرة وقد شاركت في إجلاء جنود جرحة في مطار دونتس في كنون الثاني يناير عندما انسحبت منه القوات الأوكرانية أخيرا ليحتله الانفصاليون المؤيدون للروس بعد معارك طاحنة استمرت أشهرا أنا هنا بسبب هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة قلة من الأطباء مستعدة للعمل تحت القصف لكن أنا مستعدة لذلك وقبل أشهر على ذلك كانت هذه الطالبة في فقه اللغة قد قدمت الإسعافات الأولية للجرحة في ساحة ميدان في كافا ومنذ ذلك الحين تابعت عدة دورات طبية نظمتها منظمات غير حكومية دولية قبل أن تنتقل إلى شرق البلاد حيث أدى النزاع إلى سقوط نحو 6300 قتيل منذ نيسان أبريل من العام 2014 ترجمة نانسي قنقر